ممدوح إبراهيم صاحب مصنع صغير للملابس أصبح لانا متفرغا لمتابعة كل ما يتعلق بآخر التطورات الاقتصادية في مصر على شاشة التلفزيون هل له يجد الأزمات مخرجة بعدما أغلق مصنعه لأسباب عديدة النهاردة العامل نفسه عاوز يشتغل عدد ساعات أقل وعاوز النهاردة الأجر بتاعه يبقى أعلى من الأول والنهاردة لما أجعمل منتج وجه بيعه مش هيتباع بالسعر اللي أنا هكلفه به مكينات ممدوح إبراهيم التي توقفت لم تجد لها طريقا إلا البيع كي يوفر الرجل لأبنائه الخمسة لقمة العيشة وإن كلفه ذلك بيع كل أدوات مصنعه كما يقول الخمس عمال مشوا وأنا قاعد وقفلت وأنا النهاردة بعت من المكان ماكنا عشان أكل فأنا كل شوية هبيع ماكنا عشان أكل منها ده طبعا مش هنقول إن الثورة العمل كده ده اللي إحنا فيه ده من قبل الثورة من الحكومة السابقة فإحنا دلوقتي عاوزين نعمل إيه توقف مصنع ممدوح عن العمل لم يكن إلا جزءا من مسلسل لإغلاق العديد من المصانع والورش إما بسبب تسريح العمالة أو بسبب للضربات عن العمل والمطالبات الفئوية أمر حذر مخضورته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الشرطة الاقتصاد في مصر الآن بيعاني معاناة كبيرة جدا هذه المعاناة جاية نتيجة إيه؟ إلى حد كبير جاية لنتيجة الاعتصامات أنا بناشد الشعب من هذا المكان إنه هو يخذ باله لأن كل ده حينعكس على مين؟ حينعكس عليه ليه؟ عليهم هم على الشعب بمنتهى السرعة إن إحنا نشتغل وننتج لأن مصر فيها من الإمكانات ما هو يجعلها من أغنى الدول بس كلنا نشتغل ونرعي ربنا ووفقا لوزارة المالية فإن الاحتجاجات الفئوية قد ساهمت في تكليف الخزانة العامة للدولة سبعة مليارات جنيهم في ثلاثة أشهر فقط ووصول عجز الموازنة العامة إلى تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالية كما أن العمل بنصف طاقة المصانع وتراجع حجم الصادرات بنحو أربعين في المئة وبلوغ خسائر القطاع السياحي الثلاثة عشر ونصف مليار جنيها عوامل قد ساعدت تأفي تراجع الاقتصاد بشكل كبير لا يستطيع أن يحقق المطالب بزيادة الدخل ولا الأجور التي يريد أن يحصل عليها من عمله أو من الجهة العمل فكيف يمكن زيادة الأجر وزيادة المزايا بينما الانتاج يتراجع بينما الدخل يتراجع هذه معادلة غريبة جدا لا يمكن أن تتحقق في هذه الظروف وطبقا لتوقعات وتقديرات صندوق النقد الدولية فإن الاقتصاد المصري سينضم للاقتصاديات الناشئة خلال الخمس سنوات القادمة بشرط أن يتجاوز المرحلة الحالية أرقام ومؤشرات وبيانات الاقتصاد المصري في هذه الفترة تبدو مقلقة إلا أن الأمر بحسب خبراء الاقتصاد يمكن تجاوزه في حال تحل كل مواطن بقدر من المسئولية والوطنية في أن يضعف ساعات عمله بإطخان لكي يجني بعد ذلك ما أنتجته يداه وما أبدعه عقله محمد العارف النيل القاهرة